تواصل القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي تقدمها باتجاه الموصل حيث لا يخلو يوم منذ بدء العملية إلا ويتم فيه استعادة المزيد من القرى والمراكز في المدينة فأمس أعلنت قوات كردية ويزيدية مسلحة طردها مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة من خمس قرى يزيدية غرب الموصل في هجوم بدأ السبت الماضي الهجوم تزامن مع تصريح للرئيس الإداري لوحدات مقاومة سنجار حسن سعيد والذي قال لوكالة رويترز إن الهجوم الذي شنته الوحدات يهدف إلى استعادة جميع القرى اليزيدية الواقعة جنوب سنجار وأنه تم بدون تنسيق مع قوات الحشد الشعبي السيطرة على القرى الجديدة رفقه حديث من مصدر في مجلس محافظة نينوى تحدث فيه عن أن قطعات الشرطة الاتحادية والفرقة الخامسة عشر من الجيش العراقي باتت قريبة من مطار الموصل الدولي وسط المدينة المصدر ذاته تحدث عن خوض قوات الشرطة الاتحادية والفرقة الخامسة عشر قتالا شرسا مع عناصر التنظيم لتحرير قرية البوسيف التابعة إداريا إلى مركز مدينة الموصل من المحور الجنوبي والذي أكد أن القوات العراقية تمكنت أمس من قتل ثلاثين عنصرا من التنظيم بينهم قيادات مهمة يحملون جنسيات أجنبية أثناء تحرير قرية العباس التابعة لنحية النمرود تطورات سريعة ومتتابعة لكن متى يطرد ما يسمى تنظيم الدولة بشكل كامل من الموصل سؤال ليس له إجابة حتى الآن والتصريحات بشأن ذلك على لسان المسؤولين العراقيين دائما تحمل صفة التريث والسبب هو الخوف على المدنيين من فضائع التنظيم